ما بيفلت منها كون وليلة تميسة دي كون تاني اسمع مني مش معي منه لا مصدق يا ست الناس البيت دي بتحبه حب عبادة يعني لو جاب من الارض وحط عليها برضو هتنخه اقصاده وبعدين يا صلاح بقى معك ما تقلق منش ما لو ليلة تميسة دي ما وقعته ورسه ما فيش حاجة تانية هتوقعه ولا حجيه له سكة خلاص نستنى اللي يجي من سكة تميسة عشان خاطرك وهو برضو ايدل واحدها ما تفرمش لا قولي يا صلاح ده ليه عايز تقذيب الجامد قوي ليه بتخونه وبتضربه في ظهره وانتو صحاب عمر عجيبة الكلام ده لي انا طب منت اخته وما كانش فيه عرب من كل بعض وعايزك تجيبي ظهره وتجيبيه الارضة اكتر مني ولا انت قلبك رأيه وجبته عرب قدري انا مش هامد اللي ما اكسره اهد دنيته حتى حتى قده معناه بس انا عندي اللي يخليني اعمل ده لكن انت ما انت طول عمرك ما طوي تحت جناحه وبتقسمه اللقمة مع بعض دي بتنسي الجوفك قبل ما يشمر حتى ما عشان كده عشان كده يا ست الناس سيد طول عمره شايفني اقل مني تحت جناحه زي ما بتقولي هو المعلم سيد بخارست اللي يخطط ويرستق ويرسل وانا الواد صلاح اللي لو منفسش صح ياخد بالجزم ده كفاة بصيته لايه لما طلبت يضغطه يشاخد حتى ابويا ابويا كان بيبديه علي يا صلاح يا صلاح ده انا كنت فاكرا اللي بينكم محبة ومرعاية للعيش والمالحة اقتري جواك نار من زمان من دريح لا يا ناصر لا انا كان كيشي في ظهره على حق ووحيات امي اللي عمري ما احلب بها كده انا كنت مستعدة فادي بروحي في اي وقت في اي وقت حتى لو فيها موتي بس هو اللي اختار يدوس علي عشان يعلى وشوف سكيته وعلى فكرة انا عايز اعور سيده اه بس مش عايز اموطه عايز احط السكينة في رؤابته بس ماتبحهوش نفسي علمه درس افاهمه انه صلاح الراجل مش ملاقيل افاهمت يا ستة ستات الحقيقة بقت فاضي حوالي بس عارف انا مش حاسب فارق جيمه عشان طول عمره الوحدي حتى هنا وسطيه انت برضو الوحدي انت عمرك ما انتميت للمكان اللي انت في يا احمد انت هناك باسمك بس لكن روحك ما اختغت تروح في مكان اوصى وافضل انت ازاي عرفاني كده وفاهماني كده مع انك عمرك ما قاملتينه عشان دايما اقولك اني كنت زيك احمد كنت ايشا كله التفاصيلك دي اللي خدت ملايين تاريه روحي ارتخاتله وهيزاك تب معايا فيه نوجب ما غافصينا لليه ما بات بس ما هيحصل ازاي؟ ما كل واحد فينا البلد انا في حتة وانتي في اخر الدنيا نتقابل في مكان صح اخنا مختاجين ارب جديدة نبدا فيها اصدك ايه؟ اصدك نهاجر؟ حاجر لله ورسوله اي رايك احمد؟ كل حي بياخد نصيبه يا نهار يا نصرة انا بقولك اللي قال عملين زي اليتام كل واحد فيهم واخد روكنا ومدي يضاهروا للتاني جرى ايه يا ميسا؟ انتي اختي جاية تتطمني علي ولا جاية تنعرزيني نعرزت نسواني؟ العيل غلابة صحيح ما قلناش حاجة سنتي عايزة نصرة تعمل لهم ايه ولا مؤاخذة يا ست البنات اذا كان اخوهم اتذكر اربط عندك يا معلم ولا كلمة زيادة اللي بينك وبينه يفضل ما بين كنتم اللي اتنين وبس تترشوف وشه بعض لما تتقابله لكن تجيب سيرته وهو مش موجود علي النعر بقولك يا يا بيت ما تغبطي شوي الله وهو آل اللي مش فيه اه هو اللي جي عليهم زي ما جي علينا قبليهم زي ما جي علينا قبليهم ولو عندك كلمتين عايزة تنجيهم لحد في جنيه يبقى هو مش احنا يا لهو يا نصرة انت يا اختي اللي بتقولي كده يا خسارة طول ما انت رمي نفسك في حضن اللي بيكرهوه عمر ما قلبك ما هيصفاله قلو قلنا بجلبانه غلبانه يا نصرة انت يا ميسا انا عايز اقولك حاجة كده بيمة داريانة عشان ماكسرش بخطرك ارخي يا اختي حبل العشم اللي بينك وبين المحروص شوية بدل ما تصحي في يوم تلاقي ملفوف حوالين رقبتك وانت مش داريانة في ايه يا نصرة لو في حاجة في بالك يا اختي يقولي لي عليه وكل واحد ياتل علف عبه وخلصنا احنا عايزين مصلحتك يا ميسا ولو كان عالدقري مفيش اسهل منه البيه اللي انت ماشي هتردي عن سيرته ده نفض قلبه من يمتك ومرافق مرة من الفوق موجه الشاي رجبه على راسه ومغرقه بفلوسها اثبت يا جدع انت وعدي يقولي عشان يا اخوي اللي تتحك عليها بكلمتين بتوقع بيني وبين ساي ماشي بالهداوي يا اختي الهداوي محدش فينا غرض اللي مصلحتك طي وليك حق يا اختي تتأكدي اه طب روح اسأليني لو قال ما حصلش عمرك ما تصدقيني لنا ولا جوزي ها خش يا بطل رحاب عمر الحمدلله على السلامة يا حبيبي الله سلمك يا خالتي وحشتين حمدلله على السلامة لو لايك كان زمانك بتقولي كفارة يا زومن ربنا يخليك لايه يا اخوي والنبي من غيرك ما كنت عارفها هبقى فين دلوقتي متقوليش كده قعب الكلام ده حوبة طب خلي بس حدي يا وابلك يا خالتي وانا شوق ونصيه ياضي انت ما بتحرمش ماتيه ده بقى خلاص خلاص خش يا حبيبي ارتاح في قودة خيالك متوضبة وزي الفلي ارتاح فيه لازم يستحمل اول يلا خش يستحمل على كارت ايه شولي حاجة كلها حاضر الله يا اخوي يا روى انت هتفضل عائد لي راسك وزاعي لغاية امتا يا ما فيه ناس بتتخاني وترجع تتصالح تاني وبعدين تعال هنا اقولي انت ليك غير سيد انا ماكنش ليه غيره بس هو بقى لي كتير مايبقانيش ليه بقى اهو ده بقى الكلام الماسخ اخ بس بيه يا اوني بس بيه اكدب اللا رحوا يصدق انا مش الله بقعد صلاح بقعد انا عايزك في كلمتين بس بيه مني انت شوي تؤمر يا اخوي يا صلاح انا عايز اعرف انا بعتك فيه فات اواني الاولى البيعة تمت وخلصت صح لما بعتني معفودة ونصرة وحكيت حكايتين مع عبدالحليم ولما رحت الفيت على حماده الطيب عشان تاخد البضاعة من وراء ظاهري مش كده فانا بقى عملتي بصدق كله قصدق عملتي ايه قابل دا كله انا كل اللي انا عملته دا كان رد على عمالك معاه وعشان تفهم ان انا مش صغير ولا خرع زي ما انت فاكر انا طول عمري اخوك الصغير وبحترمك وبقدرك ومبقولش لأ بس الصغير بيجي لهم ويجب وانت بقى ما سبتنيش اكبر الجلالة خدتك مبقيتش شايف غل نفسك يا سيد انا تحكش ع نفسك يا صلاح انت طول عمرك عارف بخري��ة وجدعنته معاك بس انت بس اللي بتشيل جوا بيني وفي الاخر بترجع تشتيكي عايز تنطلني براها ما اشتكيش بحصالسو وانت اللي تصرحت وانت اللي ما فهمش دماغ اخوك انت اكتر باع تخسر في الليلة دي خسرت صاحبك خطيبتك وخسرت ابوك طبعاً هتشاقلني الغلط زي كل مرة ويطلع صلاح وإللي واسم بقولك ايه اخري معاك يا سيدي اخري معاك سكيدي ده عشان ما تنشي منا صلاح البضاعة وهدالك بس قصاد عين يا صلاح احنا عايزك تدخل السوق كبير وانت غردك ايه من وردها سيدي عايزنا بقى عصفورة في حجر فودا يا ابني فودا مش بعيد عن عناية عشرة شعبة تفوق كتاب حد وابص عليه يطلع بعمل كده عشان تخوي صاحبي عشان ما تتوش مني وتلحق باقي الناس اللي حواليك اللي بيحبوه مش شايل يا سيدي يا ابني وانا مش بايع احنا بعمل كده معجد عنا افهم الكلام احلى سيدي احلى شباب يلا يا حبيبي يلا يا سيدي قلت يا سباة مش سمع ديك طاية حبيبك النبي لك تعالي سيدي اخلص يا طايم يا عم اخد مني المفيد وبلغني بلاه ورس عليه يلا طير اخد مني بولك يا ميسة النهاردة دماغي مش رايق عندك المتنع السريع وليهم عندك يش يطلع المشاة الانهاجة وراكي ما بيجيش يا سيدي ولا انا جاي لك فيه مستعجل ومستعجل قوي كمان شايري ولا بقى فيه اهم مني اخلاصي عايز تقولي ايه هنتجاوز امتى يا سيدي اتجاوز؟ انا اتجاوز ايه عايبة؟ لا مش عايبة بس مش وقته لا وقته وعين وقته كمان يا سيدي انت بسم الله ما شاء الله القرشي مش في ايدك وبقى عندك بدل الملك عشو مش بس كده انت بقيت كبيرهم كلهم يلقيرش انت بتتكلم عنه ده انا تعبت فيه قعد تجري ورا سنين طويل لحد ما وصلت له ما عنديش بقى استعداد افكر في حاجة تانية واشغل نفسي ويروح مني وغارتك ايه يا سيد من اللي انت بتقوله ده؟ اسمعها ميزة زي بل لو كنا بنصبر ايراد النهاردة لازم نصبر اربعة عشرين ايراد الصبر ده بيمشي على الحلال بس ولا بالمزاك؟ مش فيه مهجة الشايب يا سيد ووتو اعني الكلام كلا بحق للدرجة نرخيصة عندك يا سيد تمتديني بالنهارة تشتكيلي أشلم اللي عليك وبالليل تروح ترمي نفسك في حضنة واحدة تانية وتدوس على اللي ما بيننا يا سيد قرى يا ميسا بيزاك انت كلامك زمان لو في مصلح يعمل اللي انت عايزه طالما في الآخر هترجع علي ده كلامك ولا لا اه ما بترجعش عملت تدوس على الدنيا كلها مسنودة على كلمتين قلتهم لك عشان انت عارف ان انا بحبك حرم عليك يا سيد انا بكبر قلتها لك بدل المرمية مش عارف اجيب منك ايه ولا حتى من غيرك غيري ايه بقى كده وبتقول ليه عيني عينك بتربطين يا ميسا يعني دلوقت يا غيري طب مع الف سلام يا ميسا ايه مصدقت تسمع كلمة مني اه غيرك ولا هو حلالك وحرم علي طب اسمعي ميسا اللي بينه وبين موجا مصلحه بس مش انفع سيبه دلوقتي فهمه ولا لا لا مش فهمه واخد مننا النهي بقى يا سيد انا بحبك وعمل اتدوس على الجوية عشان شريك بس هي كلمة وملهشنا يا تبعد عن المرة اللي انت ماشي معها دي يا والله العظيم ايه يا ميسا عايصت حكوم علي وتحاسبيني زي غيرك طب انا مش هسيد موجا حتى لو قفت على شعر راسك ليه فيها احسن مني كيف يوم ازاجي قلتلك قبل كده زمان انا همشي في اي سكة عشان اوصل للا انا عايزه بقوله الممكن واي حد يقف اصد انا هفروه مهما اتكلمين اشتركوا في القناة